وعلى ذكر البضاعة المتأخرة في الجمالية في ضمن الدراسة التي أتمنى أن رئيس مجلس الوزراء باعتباره مسؤول عن الشارع المصري وعن المصريين يعملها الوجه اللي هي يعني ضحايا الأزمة الاقتصادية الناس اللي اتكبدت نتيجة الأزمة الاقتصادية فيه المواطن العادي وفيه كل حاجة بس فيه ناس تانية هو عايز دولار ومقدم في البنك والسلعة اللي جايبها كان مدخل إنتاج هيشغل بمصنعه موجودة في الجمرق بيدفع تمن أرضية الجمرق مع أنه هو مش السبب يعني هو الراجل اشتغل زي بقية الناس قد ترخيره أنه ما رحش تايوان ولا الصين ولا البحرين هو قال هفتح مصنع في مصر عظيم جدا تشكر وبعدين طلبت أن حاجة بتاعتي تيجي عشان أحطها في الصناعة بتاعتي فصنع منتج وصدره بإسم مصر أجيب دولار طب ولم طلبتها جاتل مين طب عشان تخرج لازم البنك يطلع لي نموذج أربعة ويطلع لي الاعتمادات والحاجات دي كلها لازم يوفر لي دولار طب البنك عملك إيه؟ ما وفر ليش دولار طب وبعدين بخسر طب وبعدين عندي شرط جزائي بدفعه طب وإيه كمان؟ وبياخدوا مني أرضيات في الجمرق ده عدل يعني ده عدل هيبقى موت وخراب ديار طب مفيش حل مفيش طريقة مفيش إعفاء من الأرضيات نظرا للحالة التي تمور بها البلاد لا 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 دول أغنية دول رجال أعمال أيوة يعني حرامية يعني ده ناس بتفتح يا ربنا سخرها عشان تفتح بيوت ناس ده ناس بتشتغل في الصناعة الوطنية ده ناس بتصدر وبتجيب لك دولار دولار لازم تفكه في البنك بس أنا بكلم في العدل هل من العدل أنه هو يدفع أرضيات وهو مش سهب التأخير هاتله دولار